بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب العلاقات مقال بعنوان المرشد الداخلي إذا كنت مواظبا على ترديد الإسم الإلهي وملتزما بالتأمل ستجد بالتأكيد ليس فقط الهدوء والسكينة والتحسن في علاقتك وإنما ستنقى داخليا أيضا تخيل روحك على أنها جوهرة رائعة متوهجة ولكن على مر الزمن علىها الغبار والأوساخ كل هذه الأوساخ يمكن إزالتها دوما بالتأمل وترديد الإسم الإلهي لتعود الجوهرة لامعة براقة لامعة براقة هذه الجوهرة هي ذاتك الحقيقية ذاتك الأسمى الإله الموجود في أعماق روحك في مقدار تواصلك معها تغد قادرا على زيادة توهج نورك الداخلي وبالتالي تتواصل مع مرشدك الداخلي هذا التواصل ربما يؤدي لسماع صوتك الداخلي الذي يقدم لك إجابات لم تتوقع التفكير بها أبدا إجابات ستقودك وتريحك وتعطيك التعاليم التي يمكن أن تصلك أيضا ليس فقط عن طريق الصوت الداخلي وإنما على شكل شعور قوي غير قابل للشك لم تكن تدركه سابقا بهذا الشكل ويمكن كذلك أن تتلقى التعاليم عبر الأحلام والرؤى والصور الداخلية عندما تطرح الأسئلة على مرشدك الداخلي من الهام جدا أن تكون واضحا قدر الإمكان وتنحي رغباتك قدر المستطاع وأيا كان الشكل الذي يظهر عبره هذا المرشد فإنه سيكسب حياتك بعدا جديدا وسيمنحك إمكانات ما زالت مجهولة حتى الآن يجب أن تنتبه أيضا لأمر بخصوص مرشدك الداخلي هو أن صوتك ومشاعرك وصورك تخصك وحدك هاي منشان تتميز حالك فيها عن الآخرين تتميز نفسك وكأنك مميز بشي ما وكأنك صرت غير باقي المخلوقين هاي رسائل خاصة فيك مش بالضرورة أبدا تحكيها إلا بشكل مقولب على مبدأ الفلسفية هيك مثلا بدون ما تخسر طاقة تصير ابتعد عن التلاعب ابتعد عن التلاعب هذه الصور إذن ليست لتمارس أي نوع من السلطة على الآخرين لكن نفس المبتعد ابتعد عن التلاعب باستخدام رسائل ما هناك استثناءات ما في قاعدة بالمطلق ستريت هيك ما في في استثناءات حتى هاي هناك استثناءات حيث يشار عليك بنقل ما سمعته أو رأيته أحظت في دقة يشار عليك بنقل ما سمعته عندها تأكد أنك تلقيت أو سمعت المعلومة بطريقة أكيدة غير قابلة للشك بكتنقل للآخرين بكتتأكد سماما خصوصا لما تكون عبتنقل لمجموعة يعد المرشد الداخلي عاملا حاسما في علاقتك وفي حالي وجدت مرشدك الداخلي وأنت ما زلت وحيدا هاي أعزب لاحظوا أن كتاب العلاقات عبي يحكي أكثر شيء عن العلاقات الزوجية إذن عبي يقصد حتى بشريكة الحياة وجود المرشد الداخلي ويصبح الزوج هو المرشد الداخلي والزوجة هي المرشد الداخلي والعكس بالعكس في حال كنت أعزب فسيكون عونا أساسيا لاختيار شريكك فإن شعرت بانجذاب خاص نحو شخص تعرفت إليه انسحب إلى المكان المخصص لعبادتك أو إلى أي مكان هادئ آخر واسأل مرشدك الداخلي عن رأيه بذلك الشخص تأكد أن تكون واضحا بسؤالك وإذا نصحك بتجنبه والابتعاد عنه فتنقي شريك حياة إيجاك مرشد الداخلي لا أعزب أن نصحك بالشيء أو شفت انتشارات واقعية بمعاكست هذا الظرف على مبدأ تمرين الوساتين اللي كان بالمقال الماضي أو قبل الماضي فما بك تكون عندك رغبي أولى إذا نصحك بتجنبه والابتعاد عنه التزم تعليماته مهما كانت قاسية فنصيحته لا تهدف إلى معاكستك بل لتجنبك آلاما ومتاعب يمكن أن تطرأ فجأة على حياتك فيما بعد هناك امرأة طلبت نصيحة من مرشدها بخصوص شخص تعرفت إليه وصعقت للجواب الذي أعطاه وهو الابتعاد عنه وقد سمعت نصيحته رغم صعوبة التخلي عن ذلك الشخص الذي لامس قلبها وأثر فيه وبعد مضي فترة من الزمن قابلت رجلا آخر وأدركت على الفور أنه يناسبها أكثر من الأول بكثير وأدركت أيضا أنه كان من الممكن أن ترتكب خطأا جسيما لو أنها لم تصي لصوتها الداخلي من الهام كذلك طلبوا نصيحة المرشد الداخلي أثناء الزواج فامرأة أخرى مثلا تحب زوجها كثيرا إلا أنها تختلف معه باستمرار طلبت من مرشدها معرفة سبب ذلك وماذا يتوجب عليها فعله فأخبرها أنها كانت عديمة الصبر تهاجم بسرعة وأن عليها أن لا تفقد الحب والاحترام اتجاه زوجها عند كل نزاع وأن تستمر داخليا بترديد الإسم الإلهي وتنسحب عند الضرورة لمكان هادئ ومع الوقت ستتسوى كل الأمور وقد اتبعت نصائح مرشدها الداخلي ووصلت بعلاقتها إلى مرحلة من المودة والعمق لم تشهد لها مثيلا في حياتها المرشد الداخلي دعم لا يقدر بثمن ليس بموضوع الزواج وحسب بل أيضا بما يخص مصلحة الأطفال والعائلة وفي هذا السياق هناك أسئلة كثيرة تحتاج لحلول وقرارات أكثر لا بد من اتخاذها وتؤثر على الحياة بأكملها في ناحية ما وتشكل للكثيرين عبءا ثقيلا وصعبا أما بمساعدة المرشد الداخلي أو الذات الأسمى فكل قرار يشكل بعدا آخر وكل اتصال مع المرشد يجعلك تشعر أنك لم تعد وحيدا في هذا العالم وأن بجوارك صديقا دائما ليس له من هدف سوى مساعدتك وإرشادك وتعليمك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته